تأخذ العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مسارا قد يكون مغيرا لما جرى في عهد سلفه دونالد ترامب كان من أبرز ملامح العلاقة بين البلدين خلال عهد ترامب ما جرى في يناير من العام الماضي عندما شنت واشنطن غارة قرب مطار بغداد وأدت هذه الغارة لمقتل قائد فيلق القدس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعب العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين هذا التطور أدى لإشعال غضب قوى سياسية عراقية وهو من تقل للبرلمان حين صوت النواب على قرار نياب يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومع قرب نهاية ولايته في العام الماضي أعاد ترامب التأكيد على عزمه سحب القوات الأمريكية من العراق بشكل تدريجي حيث لم يتبقى سوى 2500 جندي تقتصر مهمة هؤلاء الجنود على الدعم والتدريب وتركز أولى جلسات الحوار الاستراتيجي في عهد الرئيس جو بايدن على قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب الطاقة والاقتصاد أيضا ووفقا للبيت الأبيض يشمل الحوار بين البلدين أيضا وضع خطة لتدريب القوات العراقية وتقول واشنطن أن الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف الدولي موجودة في الأراضي العراقية فقط للتدريب وتقديم المشورة هذا الحوار الاستراتيجي يأتي في ظل تحديات أمنية عدة أبرزها الاستهداف الصاروخي المتكرر للمصالح الأمريكية في العراق وهو ما يراه خبراء بأنه يشكل حرجا لبغداد ينعكس سلبا على العلاقات مع واشنطن ترجمة نانسي قنقر